نعم بكل حقيقة هذه التظاهرات هي عبارة تعبيرية للهوية السورية طبعا الهوية السورية لم تنفقد تماما رغم كل الأفعال الاحتلال التركي وسياسة التدريق التي اتبعت في المناطق المحتلة كاملة سواء من إدلب وانتهاء بعفرين وسريكانية وطل أبيض طبعا هناك من يحاول أن يثبت الهوية السورية بكل تفاصيلها ويرفض أيضا التغيير الديمغرافي الذي يحصل في المناطق المحتلة طبعا هدف الاحتلال التركي منذ البداية هو هدف واضح تماما أنهاء الهوية السورية ممارسة سياسة التدريق على أمر الواقع وأحداث تغيير الديمغرافي في مناطق شمال وشرق سوريا يعني هي كانت الهدف الأساسي في العمليات التركية طبعا هناك من السوريين الذين يحاولون أن يقولوا نحن سوريين ونحمل الهوية السورية ونرفض العمل العدواني التركي ونرفض العلم التركي بكل تفاصيلها لكن بكل أسف هناك ما تسمى بالمعارضة السورية هي من تنتهج نهج العدائية ونهج جلب العدو إلى المناطق السورية وتمسك بيد العدو من أجل الاحتلال المزيد من المناطق داخل الجغرافيا السورية من يريد أن يثبت الهوية السورية هنا بكل تأكيد هو سيفض كل أنواع الاحتلال داخل الجغرافيا السورية أين كان من يكون فبذلك هذه التفاصيل كلها يجب أن يكون هناك وحدة سورية متكاملة برفض احتلال واقتطاع الزاء من سوريا بكل تأكيد سيد خالد بالنسبة للداخل السوري وكما تحدثني وبعد هذا التظاهر هل يمكن أن تشهد المنطقة احتجاجات أكثر وتوسع أكبر لرفض مشروع النظام التركي بإعادة توطين اللاجئين وتغيير ديمغرافية المنطقة نعم نعم سيدتي هناك الكثير من التظاهرات التي حدثت في تلك المناطق وهي استمرار أيضا للمظاهرات المنددة في مناطق شمال السورية أيضا التي ترفض كل هذه الانتهاكات التي تحدثها الاحتلال التركي سواء من التغيير الديمغرافي أو فرض سياسة التدريك أو محاولة احتلال المزيد من الجغرافية السورية طبعا كلنا سوريون فلذلك من واجب أي سوري أن يدفع عن الهوية السورية وعن الوجود السوري نحن نرى أن بيد الاحتلال التركي الآن كلما مضى من الوقت تنهي الهوية السورية تماما فلذلك هناك حس وطني سوري بامتياز في هذه المناطق وما رأيناه من تظاهر رافضة لأردوغان وسياسته في المنطقة تماما هي روح تعبيرية للتثبيت الهوية السورية على الأرض وأيضا نحن نمت يد العون لأي سوري يرفض الاحتلال بكل أشكاله وكل تفاصيله سيد خالد ماذا عن التحركات العسكرية الروسية خاصة لأننا سمعنا أن هناك تعزيزات عسكرية استقدمتها الروس نعم سيدتي هنا أيضا التحركات الروسية روسيا فشلت في الإشراف على وقف اطلاق النار في المنطقة تماما وروسيا لم تكن قادرة على إدارة وقف اطلاق النار وأن تكون جديرة كدولة ذائمة معضية بين المجتمع الدولي أن تكون قادرة على فرض حضر اطلاق النار وتطبيق قواعد وقف اطلاق النار تماما فلذلك الآن روسيا تحاول أن تعيد نفسها إلى المنطقة عبر بعض التحركات العسكرية وكما رأينا يوم الآن سر من الطيران الروسي يراقبون طول الخط الحدودي مع باكور كردستان في الحقيقة روسيا الآن فقط تحاول أن تثبت نفسها وأن ترسل رسائل لجميع بأنها موجودة في المنطقة بشكل أكيد لكن عندما تتقاطع المصالح التركية مع المصالح الروسية حتما روسيا ستختار مصالحها على حساب شعوب المنطقة بكل أسف أقول هذا أن روسيا فشلت في إدارة وقف اطلاق النار في المنطقة طيب ماذا عن المجتمع الدولي يعني برأيكم هل سيفي بالتزاماته أمام هذه خاصة أنه كان هناك اتفاقية في عام 2019 بين الدول الضامنة للحفاظ على استقرار هذه المنطقة ما ردود أفعال المجتمع الدولي وكيف تنظرون إليها سيدتي إلى الآن المجتمع الدولي هو مجتمع صامت بكل أسف وعندما تتقاطع سياسة المصالح فحتما الصامت سيكون سيد الموقف بالنسبة للمجتمع الدولي فنحن نقول أن على المجتمع الدولي أن يفي بالتزاماتها تجاه شعوب المنطقة نحن من دافعنا عن العالم أجمع في وجه أحد أرهاب هاجمت على المنطقة وكان يهدث أيضا المجتمع الدولي بأكملهم لكن بكل أسف المجتمع الدولي رأى كيف كانت المطارات التركية مفتوحة أمام حركة هؤلاء الأرهابين وكيف كان الاحتلال التركي يمدهم بالإتاد والسلاح ويمولهم بالمال ويمول خلاياهم وما رأيناهم مؤخرا من اعترافات الخلايا كانت سيدة الموقف في كل ما رأيناه المجتمع الدولي إلى الآن هو صامت ونقول هذا الصامت هو بمثابة مدية العون للاحتلال التركي للأقدام على المزيد من الاتهاكات وحالة الاحتلال في المنطقة فنتأمل أن يتحرك المجتمع الدولي وأن يفي بالتزاماتهم وصلت الفكرة نعم وصلت الفكرة أشكرك جزيل الشكر السيد خالد جبر ناشط سياسي وحقوقي كنت معنا من شمال وشرق سوريا شكرا لكل هذه الإضاحات شكرا للمشاهدة